صافي معسكر فرضة نهم الذي تسيطر عليه الشرعية نحن في معسكر الفرضة وهو معسكر معلوم يقع في فرضة نهم هذا ما تبقى من آليات الميليشيات التي قصفها طيران التحالف وهذا المعسكر هو نقطة معلومة دالة يقع في فرضة نهم يشرف على مناطق معلومة سنوثقها لكم المرتفع يدعى قرنهم وهو مرتفع معلوم لأنه مميز شكليا كما أن القرى التي تحته اليوم هي في قبضة الشرعية نتكلم عن بني بارق نتكلم عن بني زامل نتكلم عن قرى أبو حاتم أيضا المرتفعات مرتفع القتب ومرتفع المنارة كلها في قبضة الشرعية اليوم نستطيع أن نقول أن جميع الموانع الطبيعية شرق صنعة أصبحت في قبضة الشرعية باستثناء مرتفعين هم أقل من المرتفعات التي يسيطر عليها جنود المنطقة العسكرية السابعة هذه الجولة توضح أن الجيش الوطني تحديدا جنود المنطقة العسكرية السابعة سيطروا على مناطق كثيرة ومرتفعات أيضا نتحدث عن قرية الضبوعة والقرى المجاورة لها نتحدث عن شبكة كمرتفع جبلي كبير طبعا بالإضافة إلى جبال الدوة والعياني أيضا جبال شرق صنعال مرتفعة 9000 قدم نزولا نتحدث عن المنارة نتحدث عن القتب نتحدث عن قر النام كلها أصبحت في قبضة الشرعية لقناتي العربية والحداث محمد العرب ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل ناسا تقول إن ثقب الأزون تقلص إلى أصغر قدر له